بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب أحكام الصلاة انتهينا من أحكام الطهارة وكتاب الطهارة بأنواعها ومقاصدها وأشكالها وننتقل إلى كتاب الصلاة وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة وهي قال لغة الدعاء في اللغة الصلاة معناها الدعاء مطلقا وشرعا يعني في استلاح علماء الشرع كما قال الرافعي تعريف الإمام الرافعي رحمه الله تعالى وهو الإمام أبو القاسم الرافعي صاحب الشرح الكبير العزيز شرح الوجيز وهو الذي المرجح الأول في المذهب الشافعي قبل الإمام النووي رحمه الله جميعا قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط فما بين هذين الأمرين التكبير والتسليم من أقوال وأفعال هي الصلاة مع شروط معينة لصحتها سنذكرها في باب شروط الصلاة إن شاء الله تعالى وقولوا أقوال وأفعال أي في الغالب وإلا فربما يكون هناك بعض أصحاب الأعذار ليست في صلاتهم أقوال كمن هو أخرس لا يتكلم ولا يستطيع الكلام فيصلي وإن لم تكن صلاته ذات أقوال لأن التعريف يتحدث عن الأصل وعن الغالب وليس عن الحالات الاستثنائية وكذلك ربما تكون الصلاة ليس فيها أفعال كمن ربط ولا يستطيع التحرك أو المريض العاجز عن الحركة لأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال ولو كان عاجزا عن الحركة فهي حالة استثنائية فلا يرد على التعريف هذا الاعتراض قال أقوال وأفعال إذا أتينا إلى أركان الصلاة فمن أركان الصلاة القولية خمسة أركان ومن أركان الصلاة الفعلية ثمانية أركان فيكون المجموع من أركان الصلاة القولية والفعلية ثلاثة عشر ركنا في الأصل والصلاة كما سنجد فيها أركان لا تصح الصلاة إلا بها هي هذه الأركان القولية والفعلية أما الأركان القولية الخمسة فهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى فهذه أركان الصلاة القولية من لم يأتي بها فلا تصح صلاته وأما أركان الصلاة الفعلية الأفعال فأولها النية لأن النية من أفعال القلب ومحل النية القلب فهي من الأركان الفعلية والقيام والركوع والاعتدال والسجود السجدتين والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير الذي قبل السلام فهذه أركان الصلاة الفعلية والترتيب بين هذه الأفعال ومجموعها ثمانية أركان وأما الطمأنينة فهي صفة للفعل ولهذا لم يذكروها في بعض كتب الفقه من الأركان المستقلة وإن كانت لابد منها بصحة الصلاة فتبطل الصلاة إذا لم تكن هناك طمأنينة في الركوع والسجود كما سنرى إن شاء الله تعالى قال الصلاة المفروضة وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات خمس والمراد هنا بالصلاة المفروضة أصالة على الأعيان هي خمس صلوات الصلوات المفروضات أصالة فخرجت بذلك الصلوات المفروضة بالنذر لأنها ليست مفروضة أصالة وإنما تكون واجبة على الناذر بنذره فهي ليست أصالة على الوجوب وإنما وجبت بنذره وقلنا الصلوات المفروضة أصالة ليخرج النذر على الأعيان لتخرج الصلاة المفروضة فرضا كفائيا كصلاة الجنازة فهي صلاة مفروضة ولكن على الكفاية الصلوات المفروضات أصالة على الأعيان خمس صلوات خمس في كل يوم وليلة قال يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إذن هي مؤقتة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي مؤقتة بأول الوقت وجوبا موسعا ماذا يعني وجوب الموسع؟ يعني أنه يجب عليه أداء الصلاة في أثناء الوقت فلا يجب عليه أداؤها في أول الوقت فورا ولكن يجب أداؤها في أثناء الوقت قبل خروجه يعني في وقته المحدد شرعا فلا يجب فعلها على الفور ولكن يجب فعلها قبل خروجها أو قبل خروج أي جزء منها من الوقت فلو أخر الصلاة بحيث لا تتسع الصلاة بجميع أجزائها في الوقت عامدا عالما ذاكرا أثناء وإن كانت الصلاة أداءا ولكن إذا قلنا بأنه لا يجب عليه أداء الصلاة فورا فإن الواجب عليه أول الوقت أحد أمرين إما الصلاة أو العزم على أداء الصلاة عزما خاصا فإذا أراد دخل الوقت ودخل المؤذن ودخل وقت الصلاة فالواجب على المكلف إما أن يصلي أو أن يعزم على أداء الصلاة قبل خروج وقتها فإذا خرج الوقت ولم يصلي أو خرج جزء من الصلاة عن الوقت دون عذر أثم بذلك المكلف قال يجب كل منها وكل منها يعني من الصلوات الخمس بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ فيكون حينها الواجب مضيقا إذا ضاق الوقت عن أن يتسع للصلاة أخر الصلاة بحيث لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يسع الصلاة حينها يكون الواجب مضيقا بدأ بالظهر وهي أول صلاة يذكرها المصنف لأن الله عز وجل بدأ بها فذكرها أول الصلاة أو أول الصلوات عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس والمراد به هنا زوال الشمس فهي أول الصلاة ذكرا ولأنها أول صلاة صلاها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بحث الشارح الباجور قضية مد الصلاة يعني لو أن إنسانا أطال الصلاة أطال في صلاته فخرج شيء منها عن الوقت فما حكم هذه الصلاة أشار إلى ذلك فقال إذا بدأ بالصلاة الإنسان المكلف وكانت تتسع للواجبات والسنن أتى بالصلاة وكان الوقت يتسع لأداء الواجبات والسنن فحينها يجوز له المد وإن خرج الوقت يعني بدأ وقد بقي من الصلاة ساعة أكثر أقل ولكن ما زال الوقت متسعا لأداء الواجبات والسنن في الصلاة فأطال في صلاته ومد في صلاته حتى خرج الوقت وهو ما زال في صلاته هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك بل إنه لو ما زال في الرقعة الأولى لأن الصلاة يقال إنها أو يحكم عليها بأنها أداء إذا صلى رقعة كاملة بسجدتيها قبل خروج الوقت ليس بالركوع وإنما بسجدتيها قبل خروج الوقت فإنها تكون أداء فلو أنه أطال كثيرا ولو في الرقعة الأولى قبل أن يتمها حتى خرج الوقت فإن صلاته تكون قضاء لا إثم فيه لأنه بدأ الصلاة وما زالت تتسع للواجبات والسنن أما إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا ما يتسع إلى أداء الواجبات فقط دون السنن يعني بقي من وقت الصلاة ما يتسع لأداء الواجبات فقط دون السنن ففي هذه الحالة يسن له أن يأتي بالسنن في الحالة الأولى لا يحرم عليه مد الصلاة ولكنه خلاف الأولى هنا الأفضل له إذا بقي من الصلاة ما يسع الواجبات كاملة في الوقت قبل خروجه فيسن له أن يأتي بسنن الصلاة ولو خرجت عن وقتها إذا بقي من وقت الصلاة ما لا يتسع للواجبات أخر الصلاة بحيث لو أتى بالصلاة بواجباتها فإنها لا تتسع في الوقت فإنه لا يجوز له أن يأتي بالسنن ويجب عليه أن يقتصر على الفرائض وإذا خرج الوقت أثم إذا لم يكن معذورا أثم بذلك والعذر ونوم أو نسيان فإنه يأثم عندئذ وإذا لم يدرك ركعة كاملة بسجدتيها كانت قضاء أما إذا أدرك ركعة بسجدتيها كانت أداء مع الإثم قال أولا الظهر ومثل الظهر أيضا صلاة الجمعة لأنها خامسة يومها لا يجب في اليوم والليل إلا خمس صلوات مفروضات مكتوبات أصالة على الأعيان في يوم الجمعة الواجب بدل الظهر هي الجمعة فهي خامسة فريضة يومها قال أي الظهر أي صلاته قال النووي سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار وأول وقتها زوال الشمس أي ميل الشمس الشمس تشرق فإذا وصلت إلى وسط السماء فهذا هو وقت الاستواء فإذا مالت إلى جهة الغرب حينها دخل وقت الزوال فهذا هو وقت صلاة الظهر يعني بعد وقت الزوال لأنه سبب دخول وقت الصلاة والسبب يكون سابقا على الوجوب فبعد دخول وقت الزوال يدخل وقت صلاة الظهر أي عقب وقت الزوال لأن الزوال معناه الميل فإذا مالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب حينها دخل الوقت وإذا أردنا أن نعرف ذلك بالشاخص أي العمون فإذا بدأ الظل يتكون إلى جهة المشرق فحينها ندرك بأن الشمس قد مالت إلى جهة الغرب فعندما تميل إلى الغرب يتكون الظل باتجاه المشرق فحينها يدخل وقت صلاة الظهر قال ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره يعني يبدأ الظل أولا في قبل الظهر فيكون إلى جهة الغرب ثم يتناقص الظل شيئا فشيئا إلى أن يتناهى قصره ثم يبدأ بعد ذلك بالتشكل إلى جهة المشرق فحينها ندرك بأن الشمس قد مالت إلى جهة المغرب وحينها دخل وقت الظهر قال وآخره أي آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي غير ظل الزوال يبتد وقت الظهر ويبقى إلى أن يصبح ظل الشيء مثله فإذا كان طول الشاخص أو العمون كان طوله مترا فحينها يكون طول ظله مترا وحينها يكون قد انتهى وقت الظهر سوى ظل الزوال عند الزوال عندما تكون الشمس في وسط السماء إذا كان هناك في منطقة يتكون فيها ظل فهذا الظل يسمى ظل الزوال أو ظل الاستواء فلا يحسب هذا الظل عند حسبان مسافة أو طول الظل لدخول وقت صلاة العصر وخروج وقت الظهر يبلغ ظل مثله غير ظل الزوال الذي كان متشكلا في لحظة الزوال وهنا أشار إلى أن للظهر وقتين والصحيح أن للظهر كسائر الصلوات أن لها أوقات جزئية فهذا هو وقتها الكلي ابتداء وانتهان وأما أوقاتها الجزئية وهي الأوقات التي تكون في أثناء الوقت وقت الفضيلة والجواز والجواز بلا كراهة ووقت الاختيار ففيها تفصيل فوقت الظهر لها وقت فضيلة وهو يكون في إيقاع الصلاة في أول الوقت بعد الاشتغال بأول الوقت بعد دخول الوقت بعد الاشتغال بما يلزم في الصلاة من أسباب وشروط لأجل الصلاة فيتهيأ للصلاة من مجرد دخول الوقت بالطهارة وستر العورة وما إلى ذلك فهذا الوقت الذي يستغرق مدة الاستعداد للصلاة بشروطها وما يطلب فيها هو وقت الفضيلة وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ووقت الاختيار وسيتكرر معنا ومعناه الوقت الذي يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده فيختار أن يوقع في هذا الوقت ويبدأ في الظهر وقت الاختيار مع وقت الفضيلة يبدأان معا فوقت الفضيلة ووقت الاختيار يبدأ بدخول الوقت وقت الفضيلة ينتهي بعد انتهاء الفترة التي تستغرق الاستعداد للصلاة بشروطها وأسبابها ومضي قدر الصلاة فإذا خرج ذلك فقد خرج وقت الفضيلة إذن هذا وقت الاختيار يبدأ مع وقت الفضيلة ويستمر ويبقى إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسعها ويدخل أيضا وقت الجواز بلا كراها وهو مراد بذلك أنه وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراها وهو يستمر هذا الوقت جواز بلا كراها بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فإذن عندي وقت الفضيلة ثم يأتي وقت الجواز ووقت الاختيار ويبقى هذان الوقتان في الظهر إلى أن يبقى من وقت الصلاة قدر ما يسعها من الوقت قال وليس له وقت جواز بكراها في الظهر إذن يبقى وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراها وليس للظهر وقت جواز بكراها ثم يدخل وقت الحرم وهو وقت يحرم التأخير فيه وهو أن لا يتسع الوقت للصلاة بجميع أجزائها وواجباتها فيحرم تأخير الوقت فيه ويجب إيقاع الصلاة ويكون وقت الصلاة مضيقا عند هذا الوقت وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها وإن وقعت أداءا ووقت ضرورة وهذا وقت يتكرر معنا أيضا في الصلوات وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع كأن طهرت الحائض مثلا وقد بقي من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام فأكثر فهذا نسميه وقت الضرورة إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر فحينها تجب الصلاة صاحبة الوقت وتجب ما قبلها إن جمعت معها وهنا في الظهر الصلاة التي قبلها لا تجمع معها والمغرب الصلاة التي قبلها لا تجمع معها أما العصر فإذا بلغ أو دخل وقت أو انتهى وقت العصر قبل لحظة طهرت الحائض وقد بقي من الوقت وقت العصر قدر ما يسع تكبيرة الإحرام فيجب عليها أن تقضي حينها الظهر والعصر فتجب الصلاة صاحبة الوقت والصلاة التي تجمع معها قبلها قال ووقت عذر من أوقات صلاة الظهر وقت العذر يعني سببه العذر وهو السفر أو المرض على مختاره النووي رحمه الله تعالى وهو الوقت الذي تجمع الصلاة معه جمع تأخير في الظهر هنا فوقت العذر هو وقت للظهر ووقت العذر للظهر هو وقت الظهر والعصر لأن صلاة الظهر أو وقت العصر لأن صلاة الظهر تجمع تأخيرا عند أصحاب الأعذار فهو وقت للظهر أي وقت سببه العذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير وهناك زاد وقتا سماه وقت الإدراك وهو الوقت الذي طرأت عليه الموانع كأن طرأ عليها الحيض مثلا فهو مانع بعدما مضى من الصلاة من الوقت بعدما مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها فتجب حينئذ عليها وتقضيها بعد ذلك فهذا يسمى وقت الإدراك عند العلماء إذن هذه أوقات صلاة الظهر وقت الفضيلة ثم وقت الاختيار ويدقل معه وقت الجواز بلا كراها ولا يوجز للظهر وقت جواز بكراها ثم وقت الحرمة ثم وقت الضرورة ووقت العذر ووقت الإدراك عند من زاده من العلماء قال والعصر الصلاة الثانية التي بدأ بها هي صلاة التي ذكرها بعد صلاة الظهر صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى على أصح الأقوال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسميت بذلك يعني سميت صلاة العصر لمعاصرتها وقت الغروب يعني لمقارنتها يقال فلان عاصر فلان يعني قارنه في الزمن أو لمقاربتها والمراد بالمقارنة هنا المقاربة وإلا فالعصر قبل الغروب والغروب يكون نهاية لصلاة العصر فهو مقارب فسميت صلاة العصر لمقارنتها أو لمقاربتها أو لمعاصرتها الغروب قال وأول وقتها أول وقت العصر الزيادة على ظل المثلي فأول وقت العصر هو بعدما ينتهي وقت الظهر وهو قلنا نهاية الظهر إذا بلغ ظل الشيء مثله فإذا زاد على ظل مثله دخل وقت العصر قال ولها خمسة أوقات وفي الحقيقة الشارع والمحشي الباجوري ذكر لها وقتا سادسا وسابعا وثامنا عندما زاد وقت الإدراك أحدها وقت الفضيلة أي أنها تكون تحصل فيه الفضيلة على فعلها بعد ذلك الوقت فهي أفضل من فعبها بعد ذلك الوقت ووقت الفضيلة في الصلوات كلها أن يشتغل بمجرد دخول الوقت أو الزمن الذي يستغرق بالاشتغال بعد دخول الوقت بالصلاة وما يسبقها من استعداد لها مما يلزم ولو ندبا ولو كمالا من شروط وأسباب فهذا الوقت الذي يستغرق بالصلاة وما يسبقها إذا اشتغل الإنسان بمجرد دخول الوقت بذلك فهذا الوقت يسمى وقت الفضيلة وهو أحب الأعمال إلى الله تعالى والثواب فيه زائد على ثواب الصلاة التي تحصل بعد ذلك الوقت قال وهو فعلها أول الوقت والثاني وقت الاختيار أن يختار إيقاع الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وأشار له بقوله وآخره يعني آخر وقت الاختيار إلى ظل المثلين يعني إذا وصل ظل الشيء إلى مثليه يعني إلى ضعفي فإذا كان الطول الشاخص أو العمود متر فإنه يصبح مترين فحينها يكون هذا نهاية وقت الاختيار والثالث وقت الجواز وهذا الذي ذكره الشارح هنا هو وقت الجواز مع الكراهة لأنه قال وأشار له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس وهذا في الحقيقة وقت الجواز بكراهة ووقت الجواز بكراهة يبدأ من الإصفرار إصفرار الشمس إلى أن يبلغ إلى أن يصل في الوقت قدر ما يسع الصلاة فقط فإذا بصلنا في الوقت إلى قدر لا يسع الصلاة فقد دخلنا في وقت الحرمة إذن هذا وقت الجواز بكراهة بعد الإصفرار إلى غروب الشمس قال والرابع وقت جواز بلا كراهة وكان الأصل أن نذكر هذا الرابع قبل الثالث لأن الثالث الذي ذكره وقت الجواز بكراهة من الإصفرار إلى الغروب أما هنا وقت الجواز بلا كراهة فهو الذي يأتي بعد وقت الاختيار قال الرابع وقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل مثلين إلى الإصفرار فيكون وقت الجواز بكراهة من الإصفرار إلى غروب الشمس قال والخامس وقت التحريم وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها إذن بقي من الوقت من الأوقات ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى ولا الشارح وقت الضرورة وهو كما قلنا في الظهر آخر الوقت إذا زالت الموانع وقد بقي من وقتها قدر تكبيرة الإحرام فحينها يجب على صاحب العذر الذي كان هناك مانع فزال وقد بقي من الوقت قدر التكبيرة يجب عليه أن يصليها ويقضيها وبقي وقت العذر وهو وقت الظهر بالنسبة للعصر إذا جمعت عند صاحب العذر كالمسافر فإنه يجمعها جمعة تقديم في وقت الظهر فهذا وقت العذر فإذن للعصر وقت العذر هو وقت الظهر لمن جمعها جمعة تقديم أتى بعد ذلك إلى المغرب أي صلاتها وسميت بذلك صلاة المغرب لفعلها وقت الغروب وقت غروب الشمس فهي صلاة المغرب لأنها تفعل وقت الغروب ووقتها واحد هذا هو المذهب الجديد بأن للمغرب وقت واحد فيخرج وقتها بعد ذلك وإن لم يدخل وقت صلاة العشاء فيخرج وقت المغرب على المذهب الجديد ولا يدخل وقت صلاة العشاء بعدها وإنما يكون وقتا مهملا ثم يدخل وقت العشاء عند غروب أو بعد غروب الشفق الأحمر هذا هو المذهب الجديد والمذهب القديم ما سيذكره بعد ذلك الشارح وهو الذي رجحه واعتمده النووي رحمه الله تعالى وهو من المسائل التي اعتمد فيها ويفتى فيها في المذهب القديم وهي بضع عشرة مسألة مذكورة عند العلماء وإلا فالمعتمد في الغالب ما سوى هذه المسائل هو المذهب الجديد الذي وضعه الشافعي في مصر أما في هذه المسألة فالمعتمد ما عليه المذهب القديم وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى قد قال هذه المسألة أيضا في بعض كتبه الجديدة في كتابه الإملاء وعلقه على صحة الحديث وقد صح الحديث إذن فالمعتمد في هذه المسألة ما سنراه في المذهب القديم بعدما نقرأ المذهب الجديد فإذن ما سيذكره المصنف من أن وقت المغرب وقت واحد فقط هو المذهب الجديد وهو غير معتمد في هذه المسألة قال والمغرب أي صلاتها وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب يعني بعد غروب الشمس ووقتها واحد فيه لا تعد بل هو واحد تخرج بمجرد خروج الوقت لأنه يكون بالاشتغال مباشرة الوقت الذي يستغرق الاشتغال مباشرة بعد دخول الوقت بالتهيئ للصلاة وصلاتها فإذن هو نفسه وقت الفضيلة في الأوقات الأخرى قال وهو غروب الشمس يعني بمجرد غروب الشمس بجميع قرصها فإذن لا يدخل وقت المغرب إلا إذا غروب قرص الشمس كاملا أما إذا غروب بعض القرص فلا يدخل المغرب إلا بعد أن يسقط القرص كاملا حينها يدخل وقت المغرب قال إبي جميع قرصها ولا يضر بقاء شعاع بعده إذا بقي شعاع الشمس بعدما غروب القرص فلا يؤثر ذلك يكون قد دخل وقت المغرب إلا إذا كان في منطقة فيها جبال فحينها لا بد من غروب شعاع الشمس أيضا على رؤوس الجبال وإن غروب قرص الشمس إلا أنه لا يغرب لا يدخل وقت المغرب إلا إذا غروب شعاع الشمس على رؤوس الجبال ودخلت الظلمة من المشرق أقبل الليل منها هنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضر بقاء شعاع بعده قلنا هذا إذا كان في مكان لا جبال فيه أما إذا كان في منطقة فيها جبال وحيطان فلا بد من غروب شعاع الشمس بعد سقوط قرصها قال وبمقدار هذا المذهب الجديد وبمقدار ما يؤذن يعني الفترة الزمنية وإن لم يفعل ذلك فعلا يعني من كان متوضئا ومستعدا قبل الصلاة فأذن المغرب هذا وقع في وقت المغرب قطعا في المذهب الجديد الآن لو أنه طب إلى متى يمتد هذا الوقت نفترض أنه لو بدأ بالاستعداد والتهيئ بالتهيئ بأسباب وشروط الصلاة بعد دخول الوقت فكم يستغرق من الوقت في التهيئ وأداء خمس ركعات أو سبع ركعات على ما رجحه النووي رحمه الله تعالى واختاره أو ذكره الجوين في نهاية المطلب سبع ركعات فهذا هو الوقت كله هو وقت المغرب قال وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضى يعني الشخص المعتدل في الحالة الطبيعية أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات فهذا هو مقدار صلاة المغرب فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها على المذهب الجديد قال وهذا هو القول الجديد والقديم يعني عندها إذا خرج هذا الوقت تصير بعدها قضاء ولا يدخل وقت العشاء على المذهب الجديد فلننتبه والمذهب القديم وهو الذي رجحه النووي أنه يمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر إلى مغيب الشفق الأحمر وليس الأصفر ولا الأبيض فهناك أشفاق ثلاثة فيخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء في المذهب الشافعي بمغيب الشفق الأحمر وليس ما بعده من شفق أصفر أو أبيض ولكن الأحوط لا يصل العشاء إلا بعد مغيب الأشفاق الثلاثة مراعاة للخلاف هنا نتحدث عن وقت المغرب فالمعتمد والذي رجحه النووي هو المذهب القديم في هذه المسألة بأنه يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فهذا هو المعتمد في المسألة وحينها يدخل وقت العشاء طيب على المذهب القديم ما هي أوقات صلاة المغرب لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراها ووقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراها تدخل معا وهي بمقدار ما يشتغل بها ويطلب لها فالثلاثة تدخل معا وتخرج معا بعد ذلك يكون الجواز بكراها وهو إذا أخر ذلك يعني لأنه يكون قد دخل بناء على المذهب الجديد بخرج وقت المغرب فيقع في الحرم على المذهب الجديد أما على المذهب القديم فيكون قد ارتكب كراها فإذا عندي وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراها في المغرب على المذهب القديم المؤتمد واحد وهو بمقدار التهيئه لأسباب الصلاة وشروطها والاستعداد لها لمجرد دخول الوقت إلى أن نمضي ذلك وبمقدار ما يتسع لسبع ركعات أو خمس ركعات على القول الأول والسبع على اختيار على ما رجحه النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك يدخل وقت الجواز بكراها لأنه على المذهب الجديد يكون قد خرج وقت المغرب فمراعاة لهذا القول يكون الوقت وقت كراها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها حينها يكون قد دخل وقت الحرمة ثم وقت الضرورة إذا بقي من زالة الموانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام كأن طهرت الحائض قبل أذان العشاء بقدر تكبيرة الإحرام فحينها تكون هذا يسمى وقت الضرورة ولها وقت عذر وهو أن تجمع جمعة أخير عند صاحب العذر فوقت العشاء هو وقت عذر للمغرب فهذه هي أوقات صلاة المغرب ثم قال والعشاء يعني صلاة العشاء بكسر العين ممدود العشاء مع همزة في آخره اسم لأول الظلام وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه يعني في أول الظلام وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وكما قلنا إذا غاب الشفق الأحمر وليس ما بعده من شفق أصفر وأبيض ولكن الأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد مغيب الشفق الأصفر والأبيض غروجا من خلاف من ذكر ذلك من العلماء قال وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق هناك بلدان لا يغيب فيه الشفق ويطبع الفجر دون أو قبل غروب الشفق الأحمر فمتى يدخل وقت العشاء في حق من يسكن في مثل هذه البلدان قال فوقت العشاء في حق أهله في حق أهل ذلك البلد وهذا غالبا ما يكون قريبا من القطب أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب بلاد إليهم فأقرب البلاد إليهم متى يغيب الشفق ونقدر ذلك تقديرا بالنسبة وليس بالزمن فعلا يعني ما هي نسبة ما تبقى من العشاء إلى الفجر في أقرب بلدان يغيب فيها الشفق فنجعل ذلك أو نجعل تلك النسبة بالنسبة لمن هم في ذلك البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فيدخل وقت العشاء في حقهم عندما يبلغ ذلك نسبة ما في البلد التي يغيب فيها الشفق قال ولها وقتان العشاء وهو في الحقيقة ليس بوقتين وإنما أكثر أحدهما اختيار يعني وقت الاختيار وأشار له بقوله وآخره يعني آخر وقت الاختيار يمتد في الاختيار إلى ثلوث الليل والثاني وقت الجواز وقال وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني وبقي من أوقات العشاء ما لم يذكره المصنف ولا الشارح وقت الفضيلة وهو بعد دخول وقتها بقدر ما يشتغل لها من أسباب وشروط ويتهيأ لها من وضوء وتيمم وستر عورة فإذا مضى هذا الوقت حينها يكون قد مضى وقت الفضيلة فهو أول الوقت ووقت اختيار يعني يختار إيقاعها فيه إلى ثلوث الليل ووقت جواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب وعند الفجر كما سنرى في وقت الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق والفجر الكاذب يكون ضوءه في جهة السماء إلى العلوم ثم يغيب غالبا ثم يعقبه الضوء الذي ينتشر في الأفق وهو الفجر الصادق الذي يدخل فيه وقت الصوم ويدخل فيه وقت الفجر ويدخل فيه ويخرج فيه وقت العشاء وهو الفجر الصادق وليس الكاذب إذن قبل الفجر الكاذب الفجر الكاذب هو وقت جواز بلا كراهة ما بين الفجر الكاذب إلى الفجر الصادق إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة بعد الفجر الكاذب فهذا وقت جواز بكراهة ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها ثم يدخل وقت الحرم إذا لم يبقى من الوقت ما يسعها ثم بعد ذلك عندي وقت الضرورة وهو إذا زالت الموانع قبل خروج وقت العشاء بقدر تكبيرة الإحرام فأكثر ثم وقت العذر بالنسبة لصلاة العشاء وهو وقت المغرب لأنه يمكن أن تجمع معها جمع تقديم في حق صاحب العذر فهذه هي أوقات صلاة العشاء قال وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني هذا الذي اختاره أو الذي ذكره المصنف والشارح نعم أي الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا في الأفق أما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك يعني قبل الفجر الصادق لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يغيب غالبا ويعقوبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق يكون معترضا في الأفق قال ثم يزول وتعقوبه ظلمة ولا يتعلق به حكم الفجر الكاذب وذكر الشيخ أبو حامد أن للعشاء يعني الشيخ أبو حامد يعني إمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه قال أن للعشاء وقت كراهة وهو ما بين الفجرين وهو ما ذهب إليه المحشي الباجوري وذكره قبل قليل والصبح آخر الصلوات الخمس صلاة الصبح وهو لغة أول النهار وسميت الصلاة بذلك بصلاة الصبح لفعلها في أوله يعني في أول النهار ولها كالعصر خمسة أوقات وزاد الشراح سادسا وسابعا زاد وقت الضرورة وهو كما قلنا إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وزالت الموانع فأكثر من ذلك فهذا وقت الضرورة وأيضا بعد ذلك ذكروا وقت الإدراك ووقت القضاء وهو ما ذكره في سائر الصلوات فقال أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت بأن يشتغل بالصلاة وبأسبابها وشروطها والتهيئ لها من طهارة وستر عورة وتيم من أوضوء وما إلى ذلك وقدر الصلاة فهذا هو وقت الفضيلة الذي يزيد فيه في الفضيلة على ما بعده والثاني وقت الاختيار وذكره في قوله وأول وقتها يعني في الاختيار طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار وهو الإضاءة وفي الحقيقة هو إلى الحمرة إلى أن تظهر حمرة الشمس الحمرة في الأفق ليس طلوع الشمس وإنما الحمرة ما بعد الحمرة يكون قد دخل وقت الجواز بكراهة ولهذا قال إلى طلوع الشمس يعني فيه فيه تسمح لأنه يشمل وقت الحرمة أيضا ووقت الضرورة فكأنه قال حتى يبقى من الوقت ما يسعها والمراد بطلوع الشمس هنا نهاية وقت الفجر طلوع بعضها وليس طلوع كل القرص فإذا طلع بعض قرص الشمس فقد خرج وقت الفجر قال وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار وهو الإضاءة والثالث من أوقات صلاة الصبح وقت الجواز وأشار له بقوله وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس وكما قلنا هو يكون من بعد الحمر في الأفق إلى طلوع الشمس هذا وقت الكراهة والأحسن أن يقول إلى أن يسع من إلى قدر يسعها بعد ذلك يدخل وقت الحرمة والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحر الحمر والخامس وقت تحريم وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها حينها يكون قد دخل وقت الحرمة قال فصل في شروط الصلاة وشرائط وجوب الصلاة الشروط تنقسم إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة صحة فشروط الوجوب هي التي لا بد منها لنحكم بوجوب الصلاة على المكلف بحيث إذا اختل شرط منها فلا تجب الصلاة فلا تكون واجبة في حقه وإن صحت منه أحيانا فقد تكون الصلاة غير واجبة على المكلف ولكنها صحيحة منه كما لو صل الطفل المميز دون سن البلوغ فصلاته صحيحة ولكنها لا تجب عليه لأن البلوغ من شروط الوجوب فمن لم يبلغ لم تجب عليه الصلاة وربما تكون أيضا شروط وجوب وشروط صحة فلا تجب ولا تصح كشرط الإسلام فهو شرط وجوب وشرط صحة فلا تجب على غير المسلم ولا تصح منه وهنا سيتحدث لنا عن شروط وجوب الصلاة ويعني بذلك الشروط التي إذا تخلف شرط منها فلا تجب الصلاة وذكر ثلاثة شروط وذكر المحشي شروطا أخر ومن أهم الشروط التي ذكرها في الحاشي الباجوري ولم يذكرها الشارح ولا المصنف شرط النقاء عن الحيض والنفاس فالنقاء عن الحيض أو من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصلاة فمن كانت حائضة أو نفساء فإنها لا تجب عليها الصلاة ولهذا يعتبر النقاء من الحيض والنفاس شرط من شروط وجوب الصلاة فلا تجب عليها الصلاة ولا قضاء على الحائض والنفساء ولا تصح ولا يندب أصلا القضاء قال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء أحدها الإسلام فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي عندما قال الإسلام فلا تجب على الكافر الأصلي إذن المرتد تجب عليه الصلاة ويجب عليه قضاؤها إذا عاد إلى الإسلام أما الكافر الأصلي فلا يطالب بقضائها إذا أسلم إذا أسلم الكافر الأصلي أما المرتد فيطالب بقضاء ما فاته من الصلاة فترة ردته ونقول الصلاة هي غير واجبة على الكافر الأصلي يعني وجوب مطالبة في الدنيا فلا يطالب بأدائها في الدنيا وإذا أسلم فلا يطالب بقضائها ولكن الكافر إذا مات على كفره فإنها تجب عليه وجوب عقاب فيعاقب عليها في الآخر عقوبة زائدة على عقوبة كفره لأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فهم كفار لأنهم مكذبون بيوم البعث والنشور وذكروا من جملة ما يعذبون عليه في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين ولهذا قال فلا تجب عليه يعني وجوب مطالبة وإلا فهو يعاقب عليها في الآخرة قال فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بل ولا يجب أيضا قضاؤها إذا أسلم ولا يندب له ذلك وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام والثاني من شروط وجوب الصلاة وهو الثالث لأننا ذكرنا الشرط الأول النقاء من الحيض والنفاس قال والثاني البلوغ فلا تجب على صبي وصبية يعني دون البلوغ والبلوغ يكون بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض في الفتاة فإذا لم تظهر علامة من علامات البلوغ بالاحتلام أو بالحيض فإنه يبلغ بالسن إذا بلغ خمسة عشر سنة قمرية ولهذا علامات البلوغ بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فإذا بلغ بعلامات الاحتلام أو بالسن وجبت عليه الصلاة وعليها الصلاة لكن يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز بها ويؤمر الصبي المميز بالصلاة وبما تتوقف عليه صحة الصلاة من وضوء وستر عورة وكذا يؤمر بكل ما فيه من تكاليف الشرع مما يقدر عليه مما يستطيع ليعتاد على ذلك ويكون الأمر بذلك واجبا على وليه فإذا لم يأمره أثم الولي أما الصبي فلا يأثم لعدم بلوغه فيجب الأمر على أصولهما الذكور والإناث عن الأم والأب ومثل ذلك الجد على سبيل فرض الكفاية إذا قام بذلك بعضهم كفى وللمعلم أيضا الأمر ولكن ليس للمعلم الضرب في العاشرة إذا بلغوا عشرا فيضربون على ترك الصلاة ضرب تأديب غير مبرح بشرط السلامة والذي يضرب هو الولي الأب أو الجد أما المعلم فلا يضرب إلا بإذن الولي وإذا لم يترب الصبي إلا بضرب مبرح فلا يضرب لأنه ليس في سن العقوبة فلا يضرب أصلا فالضرب ضربا غير مبرح ضرب تأديب إذا بلغ عشرا أما في السابعة إذا بلغ التمييز أما إذا بلغ السابعة ولم يميز فلا يؤمر وكما قلنا التمييز أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده فإذا بلغ السابعة وحصل التمييز فالعبرة بالتمييز فربما يميز قبل السابعة وربما يميز بعد السابعة بحسب حال الصبي فيؤمر بها إن حصل التمييز بها وإلا فبعد التمييز ويضربان على تركها يعني الصبي والصبية إذا لم يصل بعد كمال عشر سنين هذا شرط البلوغ والثالث من شروط وجوب الصلاة العقل فلا تجب على مجنون ومثله المغمى عليه فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليهم إذا أفاقوا ولا يجب عليهم القضاء إذا أفاقوا ولكن يستحب لهم ذلك قال على المعتمد طبعا ما لم يكن هناك تعد منه فإن وجد تعدي منه سبب بسكره أو بإغمائه أو بجنونه وجب عليه حينئذ القضاء لأنه متعد قال والثالث العقل فلا تجب على مجنون قال وهو حد التكليف يعني العقل بدأ بعد ذلك المصنف بذكر الصلوات المسنونات